بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض النهاردة ما يسمى بالكاش في لوو ديجرام هنتكلم عن فكرة simple interest rate كلمة interest is a fee that is charged from for the use of someone else money يبقى لو انا قلت let be the present value of the money say 1000 دولار and if the future value then after one year future value بتساوي present في واحد زائد الاي where الاي is the interest rate as a decimal fraction يعني 5% 6% 10% هوا دي المقصود بالinterest لكن انا ليه بقول على هالسيمبل لان انا بادفع سعر فايدة على المبلغ الاصلي مهما تعددت السنوات العام يبقى ال f بساوي p في واحد زائد 0.05 لو كان سعر الفايدة 5% the total interest over several periods is computed as بقول الانتريست بتاعته بيساوي p n i المبلغ اللي هو p في ال n اللي هو المدة في ال i اللي هو الانتريست b عبارة عن ال principle or present amount الكمية اللي هو الان number of period and the i الانتريست rate and expressed in decimal form يبقى لو انا قلت نوات ادى ال b عندي بهذا الشكل فالقيمة في الفيوتشر بعد السنة والقيمة في الفيوتشر بعد سنتين هتتحسب لو كان الموضوع simple interest computed as يبقى الفيوتشر بعد السنة الاولى بيساوي بي زائد الفايدة بتاعته اللي هي p في ال i في الواحد يعني سنة واحدة يبقى انا في الحالة ديت لو انا في السنة اللي بعد كده يبقى بي في ال bi والbi تتقرر لو سنتين لو ثلاثة لو اربعة لو انا خد بي مشترك يبقى عندي بي في واحد زائد i وكمان i يبقى اثنين اي يبقى ال f لو ال f ثلاثة يبقى بي في واحد زائد ثلاثة اي يبقى لو عندي n من السنوات او من ال period يبقى القيمة في الفيوتشر بيسوى بي في واحد زائد n i وده القانون بتاع المبلغ في الفيوتشر اذا علم المبلغ الان ولكن باستخدام سعر فائدة سيمبل بسيط يعني سعر فائدة بسيط لكن السيمبل ما اصبح بتستخدم الان لكن احنا بنعرفها على سبيل المعرفة calculated on the principle amount على المبلغ الاصلي مهما تعددت السنوات اللي عندي يبقى الprincipal في الانترست في time اللي هو المبلغ في السعر في المدة يديك الفايدة بتضيف الفايدة على المبلغ الاصلي اللي عندي example لو انا استعارت الف دولار for 3 years بخمسة في المية per year يبقى البيت الوقت عبارة عن الف دولار وسعر الفايدة خمسة في المية 0.05 والإن عبارة عن 3 سنوات يبقى الفايدة بتاعت الثلاث سنوات بيسوي المبلغ في السعر في المدة يعني 150 خلال الثلاث سنوات اللي عندي بتتوزع 50 في السنة الأولى 50 في السنة الثانية مهما تعددت السنوات يظل سعر الفايدة سابت عشان كده قلنا simple interest عشان كده قلنا simple في السكندير يبقى عندي نفس الحكاية 50 في السكندير وأيضا في السيردير 50 لأنك أنت دائما وأبدا بتاخد سعر الفايدة على المبلغ الأصلي والسعر الفايدة لا يضم إلى المبلغ الأصلي والتالي بنسميها simple interest واخد بلكم وانسين المبلغ المضعف لا يأخذ عليه فايدة وعشان كده بنقول simple interest عند سعر فايدة 8% per year simple interest how much money will he repay at the end of 3 years tabulated the results نحط results في طبعا الinterest per year عبارة عن 5000 في 8% سعر الفايدة العند يبقى total interest for 5 سنين عندي يطلع 2000 يبقى the amount due after 5 years نحط عن سعر الفايدة اللي عندك 5% عملك 2000 دولار بتضفهم المبلغ الأصلي هو 5000 يبقى 7000 دولار يبقى simple interest rate is calculated using the principle only ignored any interest يتجاهل أي إضافة لفايدة incurred in the preceding interest periods يبقى l'interest بسوى principle زائد all incurred interest لشان كده بنسميها assemble interest بتلاقي l'interest في كل سنة من السنوات عبارة عن 400 400 400 وبالتالي في الآخر بتجد إن المبلغ عبارة عن 7000 ودي فكرة l'interest اللي هي السيمبل يبقى % interest rate سعر الفايدة المحقق لو أنت عاوز تحسيبه يبقى interest keyword per time total interest عال original amount في 100 يطلع كلام سؤال example calculate to have 1000 دولار now at an interest rate of 5% per year the amount of money that must have been disposed one year calculated the amount of interest earned during this time period العن by principal المبلغ present والمبلغ اللي في future عندي وال n بتساوي one year يبقى المبلغ اللي في future 1000 يبقى b زائد b في سعر الفايدة هذا رجيب قيمة b اللي عندي يبقى b بتساوي 1000 على 1 زائد i لو بنت 5 يبقى أنا أضع الآن 952.38 هيدوني 1000 بعد سنة إذا علم أن سعر الفايدة 5% شكرا ونكمل بعد السلام عليكم